أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة تدعم بها القطاع الفلاحي في الجزائر حسب النتائج الأولية لعملية الإحصاء الفلاحي الأخيرة المنتهي شهر جويليا المنصرم والذي جاء هذه المرة تحت شعارة معلومة موثوقة وتنمية مستدامة الإحصاء العام للفلاحات تالت من نوعه بعد إحصائي 1973-2001 دام سبعين يوم العمليات الميدانية زيارة أكثر من مليون ومئتين وستين ألف مستثمرة فلاحية عبر كامل تراب الوطني وهو ما يشكل زيادة تقدر بأكثر من مئتين وثلاثين ألف مستثمرة فلاحية عن الرقم الذي تحصلنا عليه خلال إحصاء 2001 ما ميز عملية الإحصاء الوطني الفلاحي توسع رقعة المحيطات الزراعية وكذا تسخر كافة الإمكانية اللوجيستية والتنظيمية إلى جانب إدراج التكنولوجيا الرقمية التي سهلت العملية وسط وعي كبير من قبل الفلاحين في مختلف الشعب الذين انخرطوا في هذه العملية ظهور أقطاب فلاحية جديدة خاصة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا حددنا أكثر من خمسمائة مركز إدخال البيانات قمنا بعملية تجهيز هذه المركز وتعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر وعي الفلاحين بالفائدة التي تعود عليهم هذه العملية هو ما أكده عدد الاستبيانات التي عبئت لفاقة مليون ومئتين وستين ألف استبيان عملية الإحصاء الفلاحي الأخيرة التي تعتبر خطوة هامة في قطاع يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطنية نظرا لشساعة وتوسع المساحات البسقية وأكد التنوع المناخي من الشمال إلى الجنوب فانتظار النتائج النهائية لعملية الإحصاء المزمع الكشف عنها نهاية السنة